كوريا الشمالية وفي عام 1972 أعلنت الحكومة الأحكام العرفية في البلاد وفيها تم تعديل الدستور لمنح الرئيس صلاحيات مطلقة وأيضا منعت أي معارضة من الدخول لمنافسة الرئيس في الانتخابات المستقبلية وفي عام 1978 أعيد انتخاب الرئيس بارك بيتزكيا فلا يوجد أي شخص تجرأ للترشح ضد الرئيس هذه الانتخابات أشعلت الشارع للإحتجاج الرئيس طلب من الجيش قمع المظاهرات بعنف فتم اغتياله على يد قوات الحرس الخاص في عام 1979 وهنا قامت حركة انقلاب عسكرية في البلاد وسيطرة الجيش على الدولة ويعتقد بأن القمعية في البلاد زادت بوصول الجيش للحكم خلال فترة سيطرة الجيش تم اغلاق بعض الجامعات وحضر الانشطة السياسية وفرض قيود ضد حرية الصحافة عادت المظاهرات للشارع وهذه المرة كانت بيت طلاب الجامعات هذه المرة تم قمع هذه المظاهرات بعنف لكن استمرت التظاهرات على طول كوريا وهو ما أدى لوضع دستور جديد في البلاد وأيضا استقالة الرئيس الجمعية الوطنية كسبت المزيد من السلطة بموجب تغيير الدستور وتغيير البلاد المحكمة العليا حضت بسلطة تستطيع فيها لأول مرة تعيين القضاء بدل ما كانت هذه بيد الحكومة رغم هذا استمرت المظاهرات في الشارع والمطالبة بالمزيد من الديمقراطية في البلاد هذه المظاهرات نجحت في التغيير وبفضلها وصل للحكم في عام 1987 حاكم جديد وعد الشعب بمزيد من الحقوق وتغيير نظام الانتخابات الرئاسية ليتيح للشعب الانتخاب المباشر للرئيس في المستقبل بدل المجمع الانتخابي وبحلول التسعينات من القرن العشرين زادت الحريات في كوريا الجنوبية لدرجة أنه تم اتهام رئيسين بالفساد وإطلاق صراح الآلاف من السجناء السياسيين المناصرين للديمقراطيين في العالم يجدون بأن كوريا الجنوبية هي أفضل مثال في العالم في كيف يتحول أي مجتمع من الدكتاتورية المطلقة للديمقراطية المطلقة الحقيقة أن عملية التحول هذه استغرقت عقود من الزمن بل أنه لليوم هناك مظاهرات في كوريا تطالب المزيد من الحريات الكوريين لم يتوقفوا في الاحتجاج والمطالبة بالحد من الفساد والمزيد من الحريات في التسعينات اكتسب الكوريين الجنوبيين المزيد من الحريات فتم رفع أساليب القمع التي أضرت بالشعب أيضا النساء في التسعينات تظاهروا بحملات من أجل المساواة القانونية في المجتمع الكوري فحصلوا على حقوقية الملكية التي كانوا يفقدونها سابقا والحق في أن تكون ربة منزل مستقلة وأن تملك سجل أسرة خاص في عام 2008 وأيضا المساواة في حقوق الطلاق والحق في حضانة الأطفال إضافة للديمقراطية والحقوق شهدت التسعينات من القرن الماضي أيضا تحول الاقتصادي كبير ففي عام 1997 ضربت أزمة مالية حقيقية آسيا البنوك كانت تستثمر نسبة كبيرة من تمويلها في الشركات العائلية الكبيرة وبحلول عام 1997 قامت البنوك الكورية المحلية بإقراض الكثير من الأموال لكن كل هذه الأموال تسببت في إخطاقات تجارية كبيرة في السوق الكوري وهذا ما ضرب السوق وهو ما تسبب في إيقاف نمو السوق الكوري الحقيقة أن السوق الكوري في ذلك الوقت قد وصل لمرحلة النمو المرجوة لتقبل أي إيقاف في النمو فالسوق الكوري ينمو منذ عقود بوتيرة عالية جدا وفي نفس هذه الفترة من الزمن انفجرت فضيحة فساد عالية في كوريا الجنوبية هذه الفضيحة لطخط سمعة الاقتصاد الكوري بشكل حقيقي وتسببت في أن يكون هذا السوق منفر للتجار الأجانب في كوريا الحكومة هنا بدأت بمشاريع لإعادة هيكلة الاقتصاد وبها انتقلت الدولة من الرأس المالية المطلقة على الطراز الياباني لتكون رأس مالية لبرالية جديدة على الأساس الأمريكي وطبعا كالعادة أصبحت كوريا رأس مالية أكثر من الولايات المتحدة لدرجة أن كوريا الجنوبية أصبحت نموذج للأمريكان لكيفية تطبيق الرأس مالية الحكومة جعلت من افتتاح سجل تجاري في كوريا أمر سهل جدا سابقا كان التاجر يحتاج ل299 تصريح إضافة لدفع رشاوي للحصول على هذا التصريح تم القضاء على كل هذه البيروقراطية وأصبحت كوريا من أسهل الدول في العالم لفتح السجل التجاري والمصانع أيضا أجبرت الحكومة الشركات على إصدار تقارير مالية ليكون السوق أكثر شفافية أيضا في النظام الجديد ألغت الحكومة نفوذها على الأعمال التجارية وبالتحديد على الشركات التي تديرها العائلات ومع انفصال الحكومة عن الشركات اقتربت الشركات في السيطرة على الحكومة وفي عام 1988 تقدم رئيس شركة هيوندي للترشح لرئاسة الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية وسرعان منضم العديد من مدراء الشركات الكبرى للدخول للمجال السياسي ومع الوقت اكتسبت الشركات الكبرى المزيد من القوة في السياسة في كوريا الجنوبية بعد فتح المجال لرجال الأعمال لخوض الانتخابات السياسية وهذا كان بفضل نمو العائلات التجارية والتي حظت على دعم حكومي العقود سامسونج على سبيل المثال تملك 20% من صادرات كوريا الجنوبية وعندما وصل للحكم الرئيس ليم يونج باك اصدر عفو على العديد من رجال الأعمال المتهمين بالتهرب الضريبي مثل رئيس سامسونج ورئيس مجموعة اي كي ورئيس هيوندي ورئيس هانوا وغيرهم من رجال الأعمال هذا العفو جعل من رجال الأعمال يحصلون على حصانة غير رسمية في الحكومة استمرت فضائح الفساد في كوريا فكانت كثير من الشركات لا تحصل على عقود حكومية إلا بدفع رشاوي لمسؤولين في الحكومة الكورية وآخر الفضائح كان في عام 2016 بتورط الرئيسة الكورية في قضايا فساد ورشاوي الحقيقة أن الشركات الكبرى والسياسة دائما يتقاطعون في الدول الرأسمالية وهذا يحدث في أمريكا أيضا ولكن في كوريا الفرق أن للشركات رتباط وثيق بنمو الاقتصاد الوطني وهذه الشركات هي المتحكمة بشكل مباشر في نمو اقتصاد الدولة ولكي تستمر كوريا في التطور والنمو يجب أن تجد طريقة للتحكم بسيطرة هذه الشركات اليوم كوريا الجنوبية هي من أكثر الدول تطورا في العالم من الناحية التقنية والشركات الكورية تعتبر من أكبر الشركات في العالم ولكن أيضا تشتهر بشيء آخر وهو ما يسمى بالكي بوب نلتقي في الحلقة الأخيرة شاركنا بتعليقات على رأيك في الحلقة بذا عجلت محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة شكرا